أهلا بكم جددا مشاهدين أينما كنتم وبمناسبة الاحتفال في شهر أكتوبر أو إنشاء حملة لتوعية ضد سرطان الثدي فخصصنا هذه الفقرة لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ويعد هذا النوع من السرطان من أكثر أنواع السرطان شيوعا مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020 كما تصاب قرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن حيث يعتبر سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء وقد توفيت بسببه 685 ألف امرأة تقريبا في عام 2020 الحديث أكثر عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا داخل الاستوديو الدكتور أحمد العزة وهو أخصائي الجراحة العامة وجراحة المنظار والسمنة وجراحة الثدي صباح الخير دكتور صباح نور أهلا وسهلا للمساعدين الكرام أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك يا سعدك سعدك فنبدأ لو نعرف للمشاهدين العنوان سرطان الثدي ما هو هذا السرطان؟ هو سرطان الثدي أو سرطان بشكل عام هو نمو غير منتظم للخلايا الخلايا هاي بتبطل في عوامل تؤثر أو تثبت من نمو هاي الخلايا فبالتالي هاي الخلايا بتنمو بشكل سريع غير منتظم بشكل ضار للجسم هاي الخلايا اللي بتنمو ما بيكون فيه إشي ممكن يخليها ترجع لوضعها الطبيعي يعني على عكس مثلا نمو العضل العضل بينمو إذا أنت عملت تمرين وبالتالي بيكبر بحجمه لكن مجرد متوقف التمرين العضل بترجع لحجمها الطبيعي الخلايا هاي بس تنمو ما فيه إشي برد بيوقفها برجح لوضع الطبيعي عندها قدرة لهذه الخلايا على إنها تنتشر من مكان لآخر أو تخترق الخلايا اللي حوليها فأي خلايا بتنمو بشكل سريع وغير منتظم وغير منضبط والخلايا هاي عندها قدرة على الانتشار يعتبر هذا ورم سرطاني بالثدي فيه أشياء خاصة لأنه الثدي عبارة عن غدة وهذه الغدة بتقوم بإفراز الحليب ففيه عوامل أخرى تساعد على حدوث سرطان الثدي وهي وجود الهرمونات الأنثوية زي ما تفضلتي وقلتي عن نسبة السرطان واحتمالية حدوثه زمان كان النسبة 1 إلى 13 بس بلشت تدريجيا تزيد النسبة يعني بالـ 1970 كانت النسبة 1 إلى 13 امرأة يعني من بين كل 13 امرأة فيه امرأة راح تصاب بسرطان الثدي بالـ 1980 صار امرأة من كل 11 امرأة راح تصاب بالـ 2004 إلى الآن صارت النسبة أعلى فصار من كل ثمن نساء راح تلاقي أنثة مصابة بسرطان الثدي بس بفضل الوعي العام اللي موجود عند الناس وانتشار فكرة السكرينينج أو البحث المبكر عن سرطان الثدي صارت أول شيء سبب الوفاء الرئيسي لدى الإناث بطل سرطان الثدي صار سرطان الرئى وصار نسبة الشفاء بتصل في بعض الحالات لـ 90% وهذا بسبب التوعية وممارسة الكشف المبكر عن سرطان الثدي دكتور يعني زمان كلما نسمع أنه سيدة مصابة بسرطان الثدي أصلاً ما نسترجي نحكي سرطان الثدي ما نسترجي يعني كان فيه ممكن فوبيا اجتماعية من هذا المرض ولكن مع الحملات التوعية اللي صارت في العالم خاصة في شهرة الشرين الأول وتخصيص هذا الشهر لحملات التوعية صار فيه وعي أكثر عند السيدات صار فيه أيضاً عدم تخوف من الإصابة بسرطان الثدي من كثرة قصص الناجيات أيضاً فبما أنه في هذا الشهر فيه توعية وفيه حملة توعوية ما هي الأعراض المبكرة لهذا السرطان التي ممكن أن تكشف للسيدات بإصابتهم خليني نحكي أنه أي سرطان بالجسم وخصوصاً سرطان الثدي في عوامل السرطان أول شيء هو مرض خبيث نعم ولأنه مرض خبيث مش بسهولة تظهر أعراضه على الإنسان ولكن في عوامل إذا كانت موجودة عند أي أنثى لازم تنتبه أنه ممكن يكون هي عرضة للإصابة بالسرطان الثدي أكثر من أي أنثى أخرى من هذه العوامل الأول شيء يكون فيه تاريخ مرضي للسرطان في العائلة يعني المريضة التي عندها أو الإنسان التي تجينا وعندها أخت أو أم أو خالة أو عم عندها سرطان الثدي بتكون احتمالية إصابتها بسرطان الثدي أعلى من بقية الإناث فإذا كان عندها حالتين بالعائلة أو ثلاثة بصير نشك أن السرطان الثدي عندهم عائلي يعني ويراثي وبالتالي احتمالية إصابتها بسرطان الثدي بيكون عالية فبالتالي ما رح نستنى إحنا تظهر عندها أعرض إحنا مجرد ما نعرف أنه فيه تاريخ مرضي بالعائلة من طالب المريضة أنها تجي ترجعنا أو فيه فحص جيني ممكن يكشف هذا التاريخ نعم هلأ بما أنك طرقت لهذا الموضوع براكة براكة وين وبركة هلأ بما أنك طرقت لهذا الموضوع خلينا نحكي معلومة كتير مهمة للناس عشان يفهموا شو معنى مرض وراثي أو مرض جيني سرطان الثدي من فضل إلا 60 إلى 70% من حالات سرطان الثدي هي سبوردك يعني ما إلا علاقة بالوراثة يعني بتيجي لأشخاص بدون أي سبب نعم بتيجي النسبة الأخرى اللي هي إنه يعني الأم بتكون مصابة أو الأخت بتكون مصابة أو الخال بتكون مصابة بتنصاب البنت أو الأخت الثانية وهذا الحكي نسبته من 20 إلى 30% وفي عندك من 5 إلى 10% النسبة هاي بتكون اللي عندهم الطفرات الجينية اللي هم بيحملوا الجين براكة وين وبركة تو الفحص الجيني هذا يعني للأسف مش متوفر حاليا في كثير من الدول ولكنه أي مريضة عندها أختين أو أم وأخت مصابة أنت بتتوقع نموك يكون عندهم طفرة جينية خصوصا إذا كان المرض صابهم بعمر صغير نعم وبكر في أي وقت أفترض أن بقيت الإناف في العائلة يروح ويفخصه؟ العلم بيحكي أنه إذا المريضا صابت على عمر الأربعين فأختها لازم تفحص 10 سنوات ما قبل سن إصابة أصغر واحدة في 30 إذا صابت 35 فعلى 25 سنبدأ بحكة بإفرازات بأي شيء غريب تقول أنا رايحة أفحص لأنه صارت تشوف تجارب الناس وكيف السيرفايفر فيه ناس مصابين وإلهم 15 سنة و20 سنة ما بعد الإصابة أمورهم ممتازة فصار في جرأة للإناث أنهم يجوا يفحصوا ويتم الكشف المبكر عن هذا المريض نعم أكيد إحنا مع الكشف المبكر دكتور تعرف أي مرض مع مراحل الكشف المبكر بيكون علاجه أسهل وطريق العلاج بتكون أيضا أقصر أقصر تشغيص سرطان الثادي بيعتمد على ثلاثة أجزاء رئيسية الجزء الأول وهو السيرة المرضية والفحص السريري الفحص السريري والسيرة المرضية هذول الجزء الأول وبتم بالعيادة بتيجي المريضة بتراجعك بتشكي من شكوى إما ألم إفرازات حكة تغير بشكل الثادي تغير بشكل الحلمة أي ملاحظة على الثادي بتيجي بتحكي لك إيها تأخذ منتها سيرة مرضية لأنه في عوامل كثير بتأثر على سرطان الثادي أو بتزيد من احتماليته يعني هاي الإمرأة متزوجة ولا لا هل عندها أطفال ولا لا رضعت الأطفال ولا لا كم عدد الأطفال الموجودين عندهم كل هذه عوامل بتزيد خلينا نرجع شوي صغيرة زي ما حكينا أنه الثادي عبارة عن غدة وجد أنه كل إمرأة بتتعرض لأستروجين أو نسبة أستروجين عالية في الجسم بتزيد من احتمالية إصابتها بسرطان الثادي وبالتالي أي إمرأة بلغت بدري يعني صار سن البلوغ على عمر 12 سنة مثلا وسن الأمل أو انتهاء الطمث صار لعمر الخمسين أو خمس خمسين هذه الإمرأة تعرضت من 12 سنة لسن الخمسين إلى الإستروجين فكل ما زادت نسبة تعرضها للإستروجين كل ما زاد احتمالية إصابتها بسرطان الثادي نفس الشيء الإمرأة اللي تزوجت وخلفت متأخر هذه الإمرأة ما صار فيها عندها حمل ولأنه ما صار عندها حمل بدري فظلت تتعرض لنسبة إستروجين اللي هي مع البيريود أو الدورة الشهرية وبالتالي إحتمالية إصابتها بسرطان تصير أحلى على أكس الأمرأة اللي بتيجي الدورة عندها متأخر بتبدأ مثلا على سنة 18 أو بتحمل أكثر وبالتالي نسبة تعرضها للإستروجين بتكون أقل فإنما تأتي المريضة بيقول أنا والله أجتني أول مرة الدورة الشهرية على أمر 17 سنة أنا اتزوجت وخلفت على أمر 19 أنا رضعت أربع أطفال هذا الحكي بيخليك أنت تعرف أنه هي عندها وقاية من سرطان الثادي لأنه تعرضها للإستروجين كان أقل نعم فبالتالي أنت بتكون حط بالك احتمالية الشك وتعتهاي ما إلى علاقة بسرطان الثادي بعد ما بتأخذ التاريخ المرضي بتعمل الفحص السرير الفحص السريري أنت بتعين المريضة بتقارن بين الثاديين إذا فيه تغير بالشكل تغير بموقع الحلمة تغير بشكل الحلمة هل الحلمة خارج للخارج أو إنها صارت غايرة للداخل ثم بتشوف إذا فيه كتل محسوسة أو بالثادي أو بالقبط بعد الفحص السريري والسيرة المرضية نروح لجزء الثاني من التقييم وهو صور شعاعية صور شعاعية في ثلاثة أجزاء من الصور الشعاعية ممكن تعملها لأي مريضة الجزء الأول هو أنك تعمل صورة تلفزيونية وهذا جزء بي نعمل لأيضا نعم وهو الألترساند وهو بتعمله لأي مريضة بغض النظر عن عمرها يعني من عمر عشر سنوات لغاية عمر تسعين سنة ما في مشكلة باستخدام الصورة التلفزيونية صورة التلفزيونية لحالها ما بتكفي فأحيانا نضطر نحتاج جزء آخر من الصور عشان يدعم صورة التلفزيونية نعم على عمر الأربعين فما فوق بيمكننا نستخدم الماموكرام الماموكرام هي صورة بتورجيك تركيب الثدي من الداخل المشكلة فيها أنها على عمر أقل من أربعين بيكون الثدي أو تركيب نسيج الثدي مشع وبالتالي الصورة هاي لو في كتلة ما رح تبين بشكل واضح لأنه مع إشعاع الثدي الكتلة الداخلية لو موجودة ما رح تبين لأن الصورة بتكون بتلمع فبالتالي الماموكرام ما بتفيد في مريضة عمرها 25 سنة كيف ممكن حل هذا الموضوع؟ وجدوا أنه ممكن نعمل الـ MRI أو صورة الرنين للثدي أي مريضة نحن شكي أنه ممكن يكون عندها سرطان ثدي أو فيه احتمالية أنه يكون عندها سرطان ثدي وراثي عندها أخت صابت بعمر الثلاثين مثلا وبدنا نعملها فحص ما بنقدر نعمل ماموكرام نعمل تلفزيونية زائد الـ MRI أو رنين الثدي هذا جزء الثاني من التشخيص إذن فحص السريري والسير المرضية الصور الشعاعية ورقم ثلاث العينة النسيجية أو الخزعة نعم هاي مهمة دكتور فيه كثير سيدات بخافوا منها لأنه فيه معلومات شائعة أنه مجرد أخذ الخزعة ممكن ينتشر إذا فيه ورم سرطاني نعم هي للأسف هاي معلومة مغلوطة ما فيه اشي بيثبتلك أنه هذا الورم عبارة عن يعني احنا عجتنا مريضة وعندها كتلة وتم تشخيص أنه فيه عندها كتلة وعمل لنا صور شعاعية سواء ماموكرام أو ألترساند أو MRI هذه كلها بتعطيك انطباع عن الكتلة إنه هاي الكتلة موسلي أو تقريبا هي سرطانية ولكن ما فيه إشي بيثبت إنه هذي سرطان ولا لا إلا نسيج فأنت مضطر أنك تأخذ نسيج عشان يقرأ لك شكل الخلايا وهل هاي الخلايا منتشرة مخترقة الأوعى الدموية أو الغدد المفوية فالنسيج ضروري جدا للتشخيص للأسف الناس بتعتبر أخذ الخزعة فأنا نشرلي المرض للأسف هذي معلومة خاطئة وإذا كان بدي يكون فيه انتشار رح يكون انتشار في القناة اللي أنت أخذت منها للعينة ومشيت يعني عن طريق الجلد بس ما بيكون رح ينتشر على الكبد بسبب أنك خدت الخزعة لكن المريضة اللي بكتشف أنه عندها هي سرطان هي بتجيك أصلا في مرحلة لمرات متأخرة فهو المرض فللأسف هي بتجيك بتفكر أنه أنت مجرد مخدت الخزعة انتشر المرض لا هو المرض منتشر وأنتي ما بتعرفيه مجرد ما أنت يجيتي عنه واكتشفنا أنه عندك سرطان بلشنا نبحث اكتشفنا أنه منتشر فهو ما انتشر بسبب الخزعة كنت تكلمت أنتون أن النساء لي أرضى الأستروجين بشكل أكبر هما بيكونوا أكثر عرضا للإصابة والتاريخ أيضا لمرضي حابين أيضا نعرف لأنه الآن خربطت الفاستفود والهرمونات اللي تجيبوها للأكل واللحوم نعرف منك من هم بالإضافة إلى تاريخ المرضي من هم الأكثر عرضا للإصابة زي ما حكينا لأن الثدي عبارة عن غدة فأي شيء بيأثر على الأستروجين بالجسم ممكن يزيد نسبة احتمال السرطان الثدي المرضى اللي ما بيتعرضوا أو ما بيعملوا أكسرسايز يعني المرضى أو الإناث اللي بيجلسوا بالبيت وما بيتحركوا حياتهم خاملة أه فقط أكل وشرب وقعدة بالبيت تنظيف البيت هذا الحكيي مش أكسرسايز هذولا بيكونوا عرضا لسرطان الثدي أكثر المرضى اللي عندهم أوبيزيتي أي مريضة تعاني من السمنة خصوصا في مرحلة ما بعد سن الطمث انتهاء الطمث راح يصير احتمالية يصابتها بسرطان الثدي أعلى لأن السمنة أو الفاتسلز بتحافظ على الأسترديول اللي هو مركب من مركبات الأستروجين فبتخلي تعرض الأنثى لهرمون الأستروجين أعلى فالسمنة من الأشياء اللي ممكن ترفع احتمالية صبت الثدي الدخان والأرقيلة وكل المشتقات هذه المشروبات الكحولية أيضا بترفع من احتمالية صبت الثدي الفاتي فود الأكل اللي كله مشبع بالفات برضو لأنه أولا بزيد السمنة ثانيا المكونات اللي جواته بتزيد الشوارد الحرة وبالتالي ممكن تعمل تفراد ونمو لنسيش شرطان الثدي نحن وصلنا لختم الفقرة بس لازم نتكلم عن العلاج علاج السرطان الثدي صار أيسر وأسهل خصوصا مع التشخيص البدري للمرض بإمكاننا نعالج الثدي عن طريق إما أنك تحافظ على الثدي كعضو وأنك تستقصل فقط الكتلة وبالتالي أنت بتحافظ على أنوثة المرأة لأن المرأة بتعتبر أنه هذا جزء من أنوثتها فإنت بإمكانك تحافظ على الثدي بس تقصل الكتلة هذا الخيار الأول في حال ما كان في انتشار في حال كانت الكتلة صغيرة حجم الثدي يتناسب مع حجم الكتلة لا يعتبر صغير بالنسبة للكتلة المرحلة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وعادة حسب الحجم فأي كتلة أقل من 5 سنطي تعتبر مرحلة أولى إلى مرحلة الثانية وهذا شيء ببشر فإمكاننا نستقصل للثدي جزء من الثدي اللي منستقصل لهم جزء من الثدي منعرضهم لإشعاعي للثدي وهذا الإشعاعي عشان لا لا هذا إشعاعي اللي هو أشعة نعم منعرض الثدي إلها عساس لو ضل في خلايا سرطانية موجودة ما تم استعصالها إننا نقضي عليها الناس اللي منضطر نستقصل لهم الثدي كامل أنت بإمكانك بعد استقصال الثدي تشوف هل فيه انتشار ولا لا اللي كان عنده انتشار للغدد اللينفاوية رح يضطروا ياخدوا علاج الكيميائي المرضى اللي بيكون عندهم وهذه إشي من فضل الله علينا إنه عمل أكثر من سلاح لعلاج السرطان المرضى اللي عنده مستقبلات استروجين داخل الخلايا السرطانية بيستجيبوا كثير لعلاج اسمه التمكسفين أو الأرموتيز انهيبوتور وهدولا أجوية تستخدم لسد مستقبلات الاستروجين في الجسم وبالتالي تمنع من حدوث السرطان مرة أخرى وعودة السرطان مرة أخرى أيضا هناك العلاج البيولوجي فصف علاجات السرطان تبدأ بالعمليات الجراحية ثم الإشعاعي إذا كان ما استقصلت الثدي كامل الكيماوي إذا كان فيه انتشار للسرطان والعلاج البيولوجي في حال كان مستقبلات العلاج البيولوجي موجودة بالجسم نعم يعطيك ألف عافية دكتور ومشكركم على كل جهودكم أكيد العفو العفو في هذا المجال للحفاظ على حياة النساء والناس شافاهم الله وعفاهم أبعد عنهم الأمراض اللهم أمين شكرا لك الدكتور أحمد العزة خصائي الجراح العامة وجراحة المنظر والسبنة وجراحة إثبت يعطيك العافية حياكم الله